تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت الحملة خلال 24 ساعة من ضبط 481 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 228 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاع على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 82 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 145.5 طن وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 709 قضية من بينها 149 قضية خبز ناقص الوزن و21 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتدول القمح المحلي تم ضبط 13 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 101 طن أقماح محلية